نعلق قليلاً على الجملة الأخرى أنا أو لدي إحساس وإن شاء الله نطلع غلطة اللي فما إكراهات جاية لتونس ومنعرفوهاش خاطر ما بين الموقف الرسمي وما بين الخطاب السياسي اللي أسيومي معناها نحن متحملين مسؤوليات نصور رئيس دولة معناها وشعباً وفما معناها ناس قالت له ويمكن حتى فما تصعيد له معناها ما هوش مستعرف حتى يقول لك فلسطين من النهر إلى البحر ذي موقف رئيس الجمهورية وموقف معظم الشعب التونسي النقطة الثانية فما رأى في برش عبيد يقولوا الأفريق دوسود عملت اللي العرب ما عملوهاش الأفريق دوسود معناها بعقلانية وبراجماتية جاب ربي العرب ما عملوش تتصورتك أن العرب عملوه معناها الدعوة كمان هاكا باش تترقى نفس الحظ زعمت تخلط باش تنظر فيها المحكمة المحكمة أما الواقعة متاحة خاطر نحنا زادة أوني يمبرتي براهم دو كونفلي معناها حتى إسرائيل تعملوا اللوبيينج متاحة ومغاديكة ويقول لك ليه زم معناها المصدقية ومتاع الشكوى كي جي من الأفريق دوسود خاطر بلوزو موان نوتر ما نعترفش بيه من نهر البحر ما نعترفش بيه ما نحربوش ما نعترفش بيه يخده واحد يتبع معاه من عاقبوش هو موجود موجود خصباً عنا موجود دونك ليه معليش ما ننخرج في الشكوى محمود يقول لك إن في سام في السياسة الخارجية يظهر لي فما إكرهات دولية فما حاجات اللي ما نجموش نمشيوا فيها جيس كوبو صحيح نحنا مش مطبعين ومعنا حتى علاقة مباشرة بالكيان لكن فما إكرهات ريت أنا بالحق نقطة الاستفهام متاعي بدأت من قانون تجريم التطبيع كنت نتصور اللي سيرو فندكي باللو بريزيدان بيدو ماني كنت نتصور اللي مشروع ماني فما نويب قاموا بيه بإعاز ولا تطبيقاً للإيرادة باش ما نقولش تعليمات رئيس الجمهورية بعدش اللي صار إن في سام بتاتر أوسي إكرهات أكثر منها إن في سام إكرهات أكثر منها إن في سام ننتظر التفسير أنتو كافي علي قابل النقطة ذي لأنه مهم أنها تتفهم يعني بشفهم السياسة بتاعنا الخارجية بس 3 الموقف اللي كلنا مع الرئيس وكبرنا باللد الرئيس وشكرناه لأنه فرهدنا على قلوبنا وقال الحاجات اللي فيه صدوراً ولكن لليوم خارجياً وناش فهمينا السياسة في علاقة باللد تعاتي مع الكاين نرجو نحكي على موضوع كيلة فيه ولكنه تأكد رسمياً نرجونا